موسيقى كيف يمكن أن يكون ذلك تأثير علينا من هنا أرحب بضيوف الليلة كل من الدكتور محمد رسول الطلاون النقيب الأطباء بالوكالة مساء الخير سيدي أهلا بك في نبض بلد سيد نور وأرحب أيضا بعمية كلية العلوم الاجتماعية في جامعة موتر أستاذ دكتور حسين محادين أستاذ دكتور حسين مساء الخير وأهلا بك في نبض بلد أو سينضم إلينا خلال دقائق دكتور حسين محادين أبدأ منك دكتور محمد أول شيء بقي في حياتكو أيضا الكوادر الطبية خسرت لكثير أشكرك حياتكو رحمهم الله جميعا واليوم أيضا نسجل وفيات بشكل كبير نحن خلال الأسبوع الأخير وممكن نسجلنا أكثر من 600 وفاة بفايروس كورونا نتيجة هذا الفايروس اللعين أسمعت عقيبك هذه نقطة بالذات وأرقام الوفيات مرتفعة نظرا لإصابات مرتفعة لكن مال قادم شكرا جزيلا الصحيح هذه الموجة حصدت أرواح عزيزين علينا وكانت شديدة منذ بدايتها يعني الأسابيع الثلاثة أو الأربعة الأخيرة كانت تحصد بواقع يعني معدل ما بين خمسين إلى ثمانين اشتدت في الأسبوعين الآخرين وفقدنا دي ما ذكرت حدود 670 حالة وفاة خلال الأسبوع هذه الوفيات اللي بتحصل يعني معروفة نتيجة زيادة عدد الحالات التي سجلت خلال هذه الأسابيع وقد يكون هناك أسباب أخرى بالاطلاع على الخصائص الوبائية للوفيات نجد أنها في معظمها للفئات العمرية 60 سنة أو 65 سنة بأكثر أيضاً ممن لديهم أمراض مزمنة لكن هناك ملاحظة أنه الحالات اللي حصلت فيها وفاة هي دخلت المستشفيات بحالات شديدة من المرض بمعنى قد يكون هناك يعني ولا أستطيع أن أعمم لكن هي ملاحظة لم تخضع لدراسة تحليلية أنه يحصل تأخير بالوصول إلى المستشفى مع زيادة ممارسات العلاج المنزلي وقد يكون تقصير مننا بالقطاع الصحي بأنه لم نوضح بشكل دقيق وبشكل مستمر ما هي الحالات التي تستدعي العلاج بالمنزل بالرغم من أنه كان فيه معروف بأنه الحالات الشديدة لا مجال لعلاجها إلا بالمنزل يذكر بأنه في نسبة لا بأس بها من الحالات كانت تصل إلى المستشفيات أو إلى طوارئ مستشفيات الكورونا وهي في مرحلة متقدمة من المرض نسمعنا القاطعة كونما نحن نرى فرضه على مواقع التواصل الاجتماعي يتناقل عبر الوسائط المختلف أنه ماذا يملك الجسم الطبي اليوم يعني الجسم الطبي المنهك اليوم ونقدم كل الشكر لهذا الجسم الذي يعمل أي نهار اليوم في مواجهة هذا الوباء منذ أكثر من عام لكن اليوم السؤال أنه ماذا يملك الجسم الطبي فيه ناس بتداولك ما هو أنت شو الفرق لما تروح المستشفى ما في فرق هذا يتم تداوله وانتشاره بشكل واسع وأنه الأطباء لا يملكون حلا في التعامل مع هذا الوباء هذا صحيح غير صحيح مقبول غير مقبول لا يعني خلينا أقول بالرغم من أنه الجسم الطبي والكوادر البشرية أنهكت يعني على مدى عام وسبق ذلك استعدادات والاستعدادات لم تقل أهميتها عن الخوض في غمار المعالجة المرض ونحن نعرف ببداية المرض كانت المعلومات قليلة جدا وشحيحة حتى بالنسبة للأطباء ومع ذلك لم يحصل تقصير من النظام الصحي بالكامل الكوادر البشرية استمرت واستمرت بتقديم أفضل ما لديها من بروتوكولات علاجية نحن لدينا لجنة لمتابعة البروتوكولات العلاجية وبالتالي ماذا يستطيع أن يفعل الجسم الطبي في المستشفيات يستطيع أن يفعل كثير يعني في إزراءات كانت دقيق قصة أنه لو وقت على المستشفى ولما ورحت واحد أبدا لا أبدا هؤلاء حالات لا يمكن علاجها إلا بالمستشفى التقييم الطبي لا يتم إلا من قبل الأطباء الأهل أهل المريض هم يستطيعون أن يعطوا صورة سطحية عن المرض لكن لا بد من التواصل من الطبيب ولا بد من إيصال المريض في الوقت المناسب إلى المستشفى حتى لا تكون الحالة متقدمة عندها يصبح التدخل الطبي يعني مردوده ونتائجه قليلة وبالتالي وصول المريض بالوقت المناسب إلى المستشفيات يساعد كثيرا نحن نعرف شدة المرض نعرف الفتك الذي يؤديه هذا الفيروس لكن هناك إصرار من الأطباء وأنا بعرف زملاء كثيرا يعني يقولون بأنه يا ريت لو إيجا بالوقت المناسب يا ريت لو إيجا المريض قبل ما يحتاج أن يحط ينحط على جهاز التنفس الاصطناعي وبالتالي هذا قد يعني نستطيع القول بأنه يمكن العنصر التطقيف الصحي هنا ضعيف إلى حد كبير وبالتالي هذا سمح أن يكون في مثل هذه الأقاويل عن أنه المريض بلاش يروح للمستشفى أو أن المستشفى هي بؤرة لا بالعكس في كثير حالات يعني كثير جدا من الحالات كان المستشفى والجسم الطبي هو المنقذ لكثير من الحالات التي وصلت بها طيب أنتقل مباشرة للترحيب للأستاذ دكتور حسين محادين عميد كليت العلوم الاجتماعية في جامعة مؤتما سأخير دكتور حسين أهلا بك في نبض البلد وسؤالي الحقيقة اليوم إذا طلعنا مواقع التواصل الاجتماعي عم بنلاحظ أن كل ما يارد فيها هو نعلة وفيات رحمهم الله جميعا أغلبهم وفاتهم جاءت نتيجة لفيروس كورونا والحديث اليوم أنه مجتمعيا هل نستثمر في هذا الأمر بالشكل الصحيح بتوجيه الناس لخطورة هذا الفيروس ومدى أثر علينا جميعا أسمع تعقيبك تور حسين ورأيك مساء الخير إلى كل ضيفك كريم وللمشاهدين جميعا بادي أن دي بدأ وحمى الله الأردن وأهلنا الطيبون فيه ابتداء لابد من القول أننا أصبحنا نقرأ بما هو مبالغ ومبالغ جدا عبر وسائل التواصل الاجتماعي من إعلينات لأشخاص رحمهم الله بسبب الكورونا ولكن الذين يعيدون النشر في أغلب الحالات ليسوا من الدائرة الأقرب إلى المتوفين وهذا يترتب عليه زيادة مساحة التشاؤم لدى المتلقي عندما نقلب صفحات الفيسبوك ويتكرر موضوع الموت فهذا يعني ضمنا أن هناك تأثير سلبي على طريقة تفكيرنا على طريقة حصانتنا بالضد من هذا المرض وعلى طريقة اندفاعنا لأخذ المطعوم والعمل تحت عنوين أحيانا مبررة وأن الحياة من الله عز وجل وهذا صحيح لكن الأخذ الأسباب هي شرط أساس لذلك أقول مرة أخرى أن هذه الإعلانات المتكررة من غير ذوي الاختصاص إنما تساهم في زيادة الإشاعة وزيادة العدوى الاجتماعي للخوف من الموت ونحن كبشر نقرب الموت لكننا أيضا منحازون ويجب أن ننحاز إلى قيم الحياة قيم الفرح وهكذا كثير من المجتمعات مرت في جوائح مرت في ظروف اعتيادية صعبة استثنائية ولكنها استطاعت أن تتغلب عليها بالأخذ بالأسباب العلم والتخفيف من قيم القاتمة أو الموجعة للناس نحن بحاجة إلى نوع من الفرح بحاجة إلى تقليص مثل هذه المساحات بشكل أو بآخر بس اليوم دكتور حسين يعني هناك من يسأل ألا نتعذ من كل ما نتابع ونقرأ ونشاهد عبر مواقع التواصل الاجتماعي الناس الذين يرغبون في الشفاء رغبتهم الأساسية تترجم بأخذ الأسباب والحصانة وأخذ اللقاح والحيلولة دون انتشار هذا الفيروس أو العدوى الآخرين أو عدم الالتزام بالشروط الصحية هذا الذي يمارس بشكل لمن يقبل ومقتنع أنه يجب أن لا يؤذي الآخرين لكن الذي يجري للأسف أن كثير من الناس أو جسم كبير من الناس ليست جادة في الأخذ بالأسباب بتبريرات غير شيء إذن العظة من عدمها مفادها إلى وعي الإنسان ورغبته في الشفاء والحيلولة دون إصابته أو إيذاء الآخرين سواء في داخل أسرهم أو في الفضاء العام نعم طيب دكتور محمد الجسم الطبي خسر الكثير في هذه المعركة قد يشير العداد لليوم ومن وجهة نظرك اليوم وشو رسالة جسم الطبي اليوم للأردنيين بقل صراحة سيدي يعني منذ بداية الجائحة لغاية اليوم الظهر فقدنا 44 طبيب وفيات نفس الشيء حصل بالتمريض بالصياد اللي كان فيه وفيات وإن كانت أقل يعني الضربة القاسية والقاسمة كانت للجسم الطبي من الأطباء هذا واضح لأنه الطبيب هو من يقود من يقود الفريق الذي يتعامل مع حالات كورونا واضح أيضا ومرتبط بزيادة عدد الحالات والحالات اللي أصبحت تدخل واللي تسخل العناية الحفيثة وزيادة الفترة اللي بيقضيها الطبيب المعالج مع المريض كل هذا أدى إلى زيادة الحمل الفيروسي وكانت الإصابة الشديدة أدت إلى الوفيات الآن كيف نستطيع أن نساعد الكوادر الطبية والجسم الطبي حتى نحافظ على منظومتنا الصحية ويستطيع أن تقدم خدمات هذه الخدمات ذات جودة ويستطيع أن نقلل من مضاعفات المرض سيدي أنا يعني لا أرى أي مبرر إذا كان من المرضى العاديين زيارة الطوارئ ولأسباب غير طارئة لأعراض بسيطة والقضاء الكثير من الوقت أمام ساحات الطوارئ وهذا ما نشاهده بالأيام الأخيرة الآن مع زيادة وطيرة المطعوم المطعوم له بعض الآثار الجانبية القليلة مثل الاتفاع بسيط في درجة الحرارة آلام في العضلات هذا ليس مبرر للتكدس أمام الطوارئ علينا أن نترك الساحة مناسبة للكوادر الطبي تلمسون اليوم تكدسا في الطوارئ لأسباب غير مبررة أنا برأيي شخصي لأسباب غير مبررة لتستطيع المعالجة إما بالمراكز الصحية أو بالعيادات أو العلاج المنزلي لكن هذا الاكتباض يزيد إنهاك الكوادر الطبية اللي أصلا منهكة يشتت تركيز الكوادر الطبية في التعامل مع المرضى اللي موجودين نسب الإشغال في كثير من المستشفيات وصلت إلى أقصى طاقتها الاستعابية الفترات الدوام للأطباء هي أيضا طويلة وبالتالي نحن بحاجة إلى أن يبقى التركيز وأن يبقى جهد موجه للتعامل مع مرضى كورونا لا أن تشتت لأمراض أخرى أنا مع أن المريض من حقه أن يتعالج لكن في بعض الأمراض المزمنة الطويلة يمكن معالجتها والاستمرار من خلال المراكز الصحية المنتشرة أو يمكن تأجيلها إلى أسبوع أو أسبوعين نحن الآن نمر بفترة حرجة وفترة الأسبوع الحاسم الأسبوع اللي تتطلب من الجميع يعني ليس فقط من الكوادر الطبية أن تؤدي واجبها بأكمل وجه لكن أيضا من المواطنين أن كثير من الاشتراطات أن يلتزموا فيها بس أشغل في هذا الأسبوع أسبوع حاسم؟ هذا إحنا الأسبوع اللي مضى يعني كان فيه بوادر استقرار بوادر ثبات وبائيا نعم وبائيا في بوادر ثبات قد نكون وصلنا إلى الضروة ونحن الآن يعني هذا الأسبوع اللي سيبدأ أو بدأ اليوم سيحدد اتجاه المنحنة نتأمل أن يبدأ المنحنة بالنزول التدريجي ولكن هذا سيحتاج إلى وقت وبالتالي أي فرصة الآن يجب أن توجه للمساعدة بكبح جماح هذه الوباء حتى يستطيع المنحنة أن ينزل بشكل تدريجي وسلس دون أن يؤثر على المنظومة الصحية دون أن يؤثر سلبا على المنظومة الصحية الآن زي ما أسلفت نسب الإشغال عالية والأطباء منها كون وبالتالي علينا أن نتعاون معهم بأكثر ما يمكن في هذه المرحلة اللي إحنا بنمر فيها بتقدير هذا الأسبوع سيكون صعب حاليا أسبوع الحسن طيب أنتقن مباشرة لك بتور حسين بتور حسين بدي أحكي معك بصراحة وبضوح ونحكي مع الأردنيين بصراحة وبضوح لن نزال نشهد ونتابع ونرى مظاهر تجمع شيئنا أم أبينا هذا كلام موجود ومرصود ويعني ظاهر وبائن للعيان ما أحكيش مخبأ ولا أحكي سر من تحت الطاول اليوم مع كل التحذيرات بأن التجمعات محظورة التجمعات بؤرة ساخنة للفيروس لا تزال بعض عداتنا التي تشهد تجمعات قائمة كما هي دون تغيير أو تبدير رأيك؟ من ناحية علمية الاجتماع هو السمى الأميز للإنسانية أي أن الأصل في الأشياء هي الاجتماع أي التقاء الناس في المناسبات المتعددة والمختلفة لكنه جراء جائحة كورونا التي مثلت متغيراً أو ضغطاً خارجياً على عادات الأردنيين اضطر الأردنيون أن يعدلوا في بعض عاداتهم في بداية انتشار هذه الجائحة وخفتناه عن ما وجراء الحضر لثلاث شهور الذي ساهم بدوره في تعديل بعض هذه الاتجاهات لكن من الواضح أنه تم تفهم خاطئ وكأننا أمام ارتخاء أو تراخي في التعامل مع هذا الفيروس وسرعة انتشاره وخطورة تفشيه نحن أناس لدينا مستوى مرتفع من العلم والوعي يجب أن نمتثل إلى وعينا لما يقول أصحاب الاختصاص علينا أن نباعد جسدياً بين أنفسنا والآخرين ولكن الذي يجري أنا وأيد ما تفضلت به قبل قليل أن هذه التجمعات ما زالت حاضرة لا بل والأخطر أن البعض يعتقد أن كسر مثل هذه التعليمات الطبية الضرورية لنا ولحمايتنا ولأنفسنا ولمجتمعنا نوع من الفلوسية لماذا؟ لأن الثقافة التقليدية التي استقر عليها المجتمع الأردني عبر أجيال كانت ثقافة الجماعة وليس الثقافة الأفراد من هنا نجد مثل هذه الممارسات حتى أن البعض لا يستخدم الكمامة ويتنقل من مكان إلى مكان بكل جرأة وينسى ويتناسى غالباً أنه سيؤدي آخرين إذا لم يحترم عفت جسده وصحته وعافيته هذه العادات والتقاليد مرتبطة في أن هناك ضرورة لتفعيل القانون ضرورة إلى زيادة الوعي بين شرائح المجتمع وضرورة مطلقة إلى تدسيع تأثير الإعلام على بث الوعي بين هذه الشرائح بس دكتور الإعلام من سنة هو بيقول كمامة تباعد كمامة تباعد فيش غيره فيش بداية نجي تاني ننساش أنه لفترة طويلة العلاقة بين المواطن والخطاب الرسمي كانت يشوبها كثير من الحذر ولذلك نحن نميل أنا شخصياً كمتخصص أميل إلى الاستماع إلى الأطباء وأصحاب الإختصاص المباشر وليس إلى السياسيين الذين يتخذون قرارات تبدو متسرعة في نظر هذا الجمهور الذي يسعى إلى أن يكسر أقوال هؤلاء السياسيين للأسف إذن نتجه حتى الأطباء دكتور يعني دكتور حسيني أعذرني حتى الأطباء يعني وأنا يعني ممكن في هذا العام أكثر عام أصدف أطباء في حياتي بس يعني في 11 سنة لكن الأطباء كلهم يقولون الحل أمثل اليوم بعيداً عن أي شيء آخر الكمامة والتباعد ومن ثم اللقاح عندما جيد عندما لا تكون الرغبة متوافرة لدى المتلقي أن يعدل في سلوكه تصبح كل الحكم والمواعد والنصائح الطبية مهمة لكن غير مأخوذ بها للأسف نحن نتحدث عن سلوك كتلي أو سلوك أقرب بين المزوجين إلى السلوك الجمعي الذي يؤثر كل مننا بالآخر في السلوكات الخاطئة ولو كانت على حساب صحتنا للأسف نعم طيب أنا بعد فاصل سأواصل حواري وضيف الكرام وجاء أسمع رائعك تور محمد في قضية التجمعات وجاءت نظر الجسم الطبي في التجمعات أنتم بتواجهوا الفيروس فعليا بشكل حقيقي معنا المواجهة المباشرة مع مرضى يعانون من هذا الفيروس رح أسمع تعقيبك على هذا الموضوع ثم نتحدث أكثر عما سيكون في قادم اليوم كيف نتوقع شكله بعد فاصلا قصير فاصل ثم نواصل نبقوا معنا نواصل حوارنا وضيفنا الكرام توقفت عن قضية التجمعات وأسمع رأيك فيها دكتور محمد ورأيي الجسم الطبي اليوم لما تشاهدوا أنتم تشهدوا مظاهر لتجمعات هنا وهناك شو بكون شعوركم كالجنس الطبي شكرا إليك يعني لا يختلف اثنان في الجسم الطبي على أن التجمعات والتجمر والازدحام هي بيئة خصبة لانتشار الفيروس لأن يا سيدي يعني عندنا حدود المئة ألف حالة نشطة نعم هذول اللي عارفينه هذول اللي مش موجودين الله يعافيهم هذول ليسوا بالمستشفيات هذول في منازلهم هذا ممكن يكون بالسوبر ماركت ممكن يكون بالمول موجود هذا مفروض يكون قاعد في البيت يا دكتور هذا مفروض يكون قاعد في البيت بس مش في البيت ما في ضمن إنه في البيت ما في عندنا آلية الآن إنه نضبط هذول اللي يكونوا موجودين في البيت هذا يعني بطريقة أخرى ينشر الفيروس فهو موجود في بيوت العزاء موجود في بيوت الأفراح اللي بتصير في كل الأماكن اللي بتصير اللي هي مفروض ممنوعة كمان اللي هذه مفروضة تكون ممنوعة هي يعني بؤرة لانتشار الفيروس يعني الفيروس يبحث عن خلية حية الفيروس هو ليس بكائن حي يبحث عن خلية حية يستطيعن فيها هذا الخلية الحية موجودة بجسم الإنسان هذا الإنسان كلما حصل الازدحام والتجمعات والتجمرات كلما أتحنا فرصة لتكاثر الفيروس يعني موجود بالأبجديات علم الأوبئة أن التجمع هو من ينشر الفيروس التجمر والازدحام لكن عدم ارتداءنا للكمامة حتى بأماكن التجمر ما فيه التجمعات للكمامة يعني هذه وسيلة يجب أن ننتقل يعني كما أشار الدكتور حسين إلى نمط حياة جديد هذا هذا الفيروس كورونا بتقديري أعطت الشعوب الواعية أن عليهم الانتقال إلى نمط الحياة الجديد أو ما يعرف بلانجليزي نيو نورمال لايف يعني إذا أردنا حياة جديدة هذه الحياة فيها فيها التزامات علينا أن نتقيد فيها منها الابتعاد عن التجمعات بكل أشكالها هذه التجمعات ليست فقط لفيروس كورونا لكل الفيروسات وبالتالي هي وسيلة لنشر الفيروس بكل أشكال وعا فكرة تحور الفيروس يحصل عندما تزداد أعداد الحالات وعندما تزداد سرعة الانتشار يعني إحنا بطريقة أو بأخرى بهذه الإجراءات أو السلوكيات اللي مش قادرين نتخلص منها ونتعود على سلوك جديد ننشر الفيروس وننشر الفيروس المتحور مما يزيد الصعوبة كل الجسم الطبي يعني لا يوجد أي من فريق الطبي إلا ويتحدث بأن هذه التجمعات هي وسيلة نشر الفيروس وبالتالي علينا أن نتخلص منها قد لا قد نحتاج وقت طويل إلى تغيير السلوكات تغيير السلوك المجتمعي يمكن دكتور حسين أيدني تغيير السلوك المجتمعي يحتاج إلى وقت طويل لكن لا بد من يكون فيه إجراءات صارمة من الحكومة عليها أن تطبق هذه القوانين هذه الإجراءات الصارمة وتطبيق القوانين بما فيها فهذا ما قامت فيه دول كثيرة دول يعني دعت بالديمقراطية لكن عندما يصل الأمر إلى إجراء مثل هذه التجمعات كانت تلجح إلى قوانين صارمة بدءا من الغرامة العالية والحبس ودول مجاورة إلا طبقته أنا لا أدعو إلى مثل هذا إجراء إذا كان الناس يلتزموا بالأبجديات الابتعاد عن التجمع أن يسعوا إلى سلوك حياة جديد ليكن حتى بعد ما الفيروس ستنتهي كورونا ستذهب في يوم ما لكن علينا أن نستفيد منها بأن التجمعات والتجمعات والاكتظات من الناحية الصحية حتى بدون فيروس شيء غير مستحب لو لم تكن كورونا ولم يكن بيرس فهو يعني سلوك غير مستحب بهذا النوع من الاكتظار نعم طيب دكتور حسيني اليوم السؤال ما الذي يقنع المواطن ما الذي يقنع المجتمع بتغيير عاداته بالاتزام بالتعليمات والتباعد أكثر لحمايته من هذا الفيروس شو وزيلة الإقناع الأنسب اليوم هو لعل السؤال الأدق هو لماذا وصل المواطن الأردني إلى هذه القناعات طيب السؤال الأدق بنظري لو تكرمت أخي الفاضل تفضل يا زي عندما بدأت الجائحة في الأشهر الأول لم يكن هناك لقاح مخصص للكورونا ومع ذلك استطاعت الدول بكل أجهزتها ولا طباء في مقدمتهم الجيش الأبيض أن نحد من الأعداد لكن عندما يستمع الشخص من البسطاء إلى معالي وزير سابق ويتحدث عن نشافة هذا الفيروس ونرجع إلى الأرقام الهائلة والمهولة في ظل الإنفاق الكبير والتساؤلات يصبح المواطن ينظر إلى الخطاب الطمبي والصحي جراء ممارسات أفراد خاطئة ليس بعين الجدية كما نجد لكن من ناحية علمية برغم كل هذه الملاحظات التي يطرحها المواطن في الشارع وما ترتب عليها من عدم صدقية الخطاب الرسبي في الآون الأخير بالعموم نقول علينا أن نحمي أنفسنا أولا كيف يمكن أن نتعاون أفرادا ومؤسسات وقانون لحماية المجتمع إذا لم يرغب البعض مننا بحماية نفسه واستهترى بحماية وأمن المجتمع هذه قضية إشكالية ولذلك الثقافة الجماعية التي استقرت في حياة الأردنيين لعشرات السنوات ليس من السهولة تغييرها ولكن نطالب بتعديلها على الأقل التكيف مع معطيات وتحديات هذا الفيروس هل نستطيع أن نقنع مواطن بعد أن كانت الأعداد قليلة ما المبرر لوصولنا إلى هذه الأرقام هل نستطيع أن نجعل المواطن شريكا عندما نجد خطابا طبيا نثق به ونحترمه وأن يكون علميا وأن ينأى السياسي عن الخطاب الطبي كي نقنع المواطنين بخطورة هذا المرض أعتقد أنها تحديات مؤسسات المجتمع مجتمعة بما فيها الحكومات يعني اليوم برأيك الخطاب الرسمي غير مقنع غير مقنع وساهمة في وصول الناس وساهمة في وصول قناعات المواطن بهذا الشكل طيب الخطاب المطلوب اليوم خطاب شعبي خطاب أسادثة جامعات خطاب أطباء منتخصصين مين يريحكي اليوم مع الناس؟ نحن أبناء مجتمع أقرب إلى القدر في تركيبته وبالتالي ليس من السهولة تعديل مزاجهم ولا تطلعاتهم من الحلولة دون شر هذا المرض المطلوبة يتحدث الأطباء أصحاب الاختصاص العلماء القاد المحليين الحقيقيين وليس المصطنعين الذين صنعناهم خلال العقود الماضية ولم نعد يستطيع أي منهم أن يقنعنا بأبسط فكرة كمواطنين نحن نعتقد أنها حملة وطنية من كل التخصصات ولا ننسى المسجد والكنيسة الذين تم تعطيلهما أيضا بالفيروس ومسبباته السياسية نحن أمام منظومة من التحديات بحاجة إلى عمل مؤسسي يكون تشاركيا بين صناع القرار السياسي وأصحاب الرأي المختص والإعلام بكل أجهزة نعم أشكرك كل الشكر الأستاذ دكتور حسين محادين عميد كلية العلم الاجتماعية من جامعة مؤتة كنت مباشرة معنا من الكرك أشكرك جرس شكر الرسالة يجب أن تكون رسالة إعلامية واضحة من جهات مختلفة ذكرها الدكتور حسين ذات ثقل حقيقي على الأرض ترسل رسالة حقيقية من أطباء متخصين وشخص دوي اعتبار في مختلف المناطق حتى تكون رسالة تصل لكل المواطنين وتقنع المواطن على الأقل بتغيير أسلوب حياته دكتور محمد اليوم رسالة الجهاز الطبي شو رسالتكم للناس؟ خليني بس أعقب على أنه يعني لابد من إعادة سياغة الرسالة الصحية ولابد أن يكون هناك دور للجسم الطبي يعني أفضل مما هو قائم حاليا وأنا أتفق مع الدكتور حسين بأنه ليس فقط هي مسؤولية وزارة الصحة أو أطباء لإيصار للرسالة الصحية هذا تكاتل جميع قادة المجتمعات المحلية المحترمون والمقادة في أماكنهم المختار ممكن يكون له دور أي شخص يعني أي شخص دوء منصب اجتماعي أو موقع اجتماعي يستطيع أن يؤثر المساجد الكنائس كلها يجب أن توصل للرسالة الصحية حتى نستطيع أن نساعد في تسريع عجلة تغيير السلوك المجتمعي اللي تحدثنا عنه وحتاج إلى وقت غير هيك سنبقى في دوام واحد دوامة الإشاعة وهذا مؤامرة وهذا يحصل وهذا لا يحصل ونحن نرى الأرواح تفارقنا يوميا إذن إعادة سياغة للرسالة الصحية بما يتناسب مع مكونات المجتمع واستخدام أمثل لوسائل التواصل الاجتماعي الآن جميع يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي ولابد أيضا من ضبط مثل هذه الرسائل التي تنشر في أماكن مختلفة لأن تصويب رسالة يحتاج وقت أطول من إعداد رسالة جديدة يعني تصحيح الخطأ في الأمور وهذا يستغرق وقت طويل المرحلة تطلب رسالة صحية واضحة من الجميع حتى نصل إلى مبتغانا ونخرج من هذه الأزمة بأقل ما يمكن من خسار اليوم إذا كنت تصحي في حالة الجهاز الصحي اليوم كيف تصحي؟ الجهاز الصحي أنا يعني لست قلقا كثيرا الجهاز الصحي نعم منهك متعم لكن يؤدي واجبه بحاجة إلى مزيد من من الزيادة أعداد الأطباء خاصة بالمستشفيات اللي أصبحت فيها نسب إشغال عالي زيادة الكوادر الطبية لا بد من أن تبقى مراقبة مستمرة والدعم في مثل هذا الوقت الدعم بكافة أشكال أنا بحكي عن دعم معنوي دعم مادي تحفيزي لأنه قبلوا بلاءا حسنا خلال السنة أنا بعرف أطباء ما أخذوا إجازة من سنة بعرف أطباء بقعد باليومين والثلاثة أو لما أحكي عن طباء بحكي عن كل الكوادر الطبية لتعاني نفس المعاناة طبيب ممرض طبارات طبية ولكن نحن تجاوزا بنقول سيادة نعم كل أدى دورهم أدى مهمة نعم أنهك بنوجه لهم الاحتراء الشكر والاحترام والتقدير وبنشد على أيديهم ويعني نرجو من الحكومة والدولة أن تبقيهم تحت المجهر في حال كان لابد من زيادة الأعداد أن يتم هذا الشيء وأنا سمعت قبل يومين أنه سيكون هناك تعيينات للمستشفيات التي تعاني من ضغط القطاع الطبي يعاني بالقطاع سواء بالقطاع العام أو القطاع الخاص هذا العجم من المرضى اللي كنا نشاهده بالأسابيع خمسين ألف وستين ألف وصل العدد تقريبا على مشارب هذا يشكل عبئ كبير على الجسم الطبي لكن أنا أرى أنه النظام الصحي عندنا مهيئ بشكل جيد يستطيع أن يتجاوز هذه المرحلة بيأسر إن شاء الله أشكرك كل الشكر ويكتر حمد رسول الطلاوين نقيم رسول الطلاوين نقيم رسول الطلاوين شكرا لك على كل إضاحات اللي قدمتها اليوم مشاهدي الكرام بعد تفاصل قصير سنتعثة أزمة قناة السويس وهو تحديدا فيما يخص المملكة وأثر ما يحدث في قناة السويس على المملكة من ناحية توفر السلع وما يتم الحديث عنه حول وجود ناقلات عملاقة تخص أردن عالقة الآن ما رأي الملاحة في كل ذلك ما رأي غرف الصناعة والتجارة في هذا الموضوع بعد تفاصل نبحث هذا الملف بقومنا